رئيس أيضا اليوم عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير القهربة والدكتور محمد معيت وزير المالية سفير بسام رادي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال ان الاجتماع تناول استعراض وزارة القهربة لجهود تطوير منظومة القهربة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وقال ان الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاسراع في استكمال خطة الارتقاء بمنظومة القهربة في مصر وتطوير بنيتها التحتية وذلك في اطار خطة الاحلال والتجديد الشاملة اللي بتنتهجها الدولة رئيس أيضا وجه بانه تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع القهرباء وفقا لاعلى المعايير الدولية واحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا فضلا عن المضي قدما في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لا سيما في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة القهربائية المتحس رسمي باسم رئيس الجمهورية قال ان وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع الجهود اللي تمزلها الوزارة لتحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في كافة محافظات الجمهورية كمان وزير الكهرباء تطرق إلى خطة توسع في تركيب العددات الزكية مسبقة الدفع وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير آلية التحصيل بما يوكنها من مواصلة جهود ما يكنت وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين واستعرض أيضا وزير الكهرباء الجهود التي تمزلها الوزارة في الربط الشبكي مع عدد من الجوار لا سياما السودان فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية اللي موجودة بالضبع لو أنت مثلا عندك قطاعات عديدة مصر بتشتغل فيها وعايز تعطي تقييم لابد أن تعطي تقييما جيدا جدا لقطاع الكهرباء الواقع بيقول كده توفير هذا الكم من المحطات الكهربائية في هذا الزمن أو في وقت قياسي أعتقد أنه الأمر كان ملفتا للنظر جدا كل مواطن مصري شعر بي لو تفتكروا الأيام دي أيام التحميل الأحمال الشديدة على البيوت المصرية كان انقطاع الكهرباء مع التكيفات مع المراوح مع الحاجات دي كلها كانت الدنيا ما تبقاش ماشية تمام كان كل بيت مصري مهما كان وضع الاجتماعي سواء في القاهرة سواء في الأرياف سواء في القرى سواء في المدن بتأتى عنده الكهرباء فترة أعتقد أنه يعني لو فين قطاع طيار كهربائي خلال هذه الأيام بيبقى بسيط جدا 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 وأعتقد أن التحسن أصبح ملموس في قطاع الكهرباء مش بس كده السياسة اللي وضعها الحكومة الحالية أو السياسة اللي وضعها مصري الجديدة مصري ما بعدها 36 هو بس منك مش بيبص تحت رجليك لا ده هو عامل مشروع بعد 30 سنة ممكن تستفيد منه اللي هو مشروع محطة الضبع طبعا عشان أشرح لحضرتك من دلوقتي أنه بعد 30 سنة يدينا ويديكو تلطل العمر ما ممكن واحد يقول لك طب أنا كنت في غنى عن الكلام ده دلوقتي وصلح لا ما أنت كنت هتوقف يعني كتها تيجي أجيال مش هيكون الرئيس ولا الرئيس الحكومة يعني ممكن إحنا كلنا ما نبقاش موجودين بس في أجيال التولدت دلوقتي هم أمانة في رقبة كل هؤلاء لازم منظرش تحت رجليه زي ما غير عمل وبالتالي أصبح الجيل اللي موجود بيدفع فطورة طويلة نتيجة عدم التفكير المستقبلي لا ده أنا عندي تفكير مستقبلي لمدة 30 سنة جاية بابني طوبة ورطوبة اللي روح حضراتكم العالمين هيشوف المكان بتاع المحطة واقع يعني مش بنقول لكم مثلا كلام في ورق أو دراسات جدوى أو مكت لا بتشوف محطة الضبعة النوية وبتشوف الإحكام عليها شكله عامل وده مشروع ممتد لزمن طويل جدا بقرد أعتقد أن احنا يعني وفقنا جدا في الحصول عليه مع الجانب الروسي وده طبعا اللي بيتم من كل أجهزة الدولة وأيضا بإشراف من وزارة القهرباء لجانب كده مشروع الرابط الشبكي يعني إيه الرابط الشبكي؟ يعني الخدوط القهربائية دي لما بتمتد لدول الجوار وتكون مصادر التغذية والتوليد واحدة بيبقى فيه نوع من أنواع الوفر للطاقة مصر تستعد لتصدير القهرباء بالفعل فبالتالي أنت عندك فائد من القهرباء ده بقى يدي مؤشر مش بس للبيوت لو حضرتك عايز تروح مدينة من المدن الصناعية وعايز كهرباء كتير عشان المصنع بتاعك بيشتغل عايز أحمال كبيرة موجود فلما أقول لك تعالى استثمر ليش بقول لك تعالى استثمر وأنا ما عنديش لا أنا بقول لك تعالى استثمر وأنا البنية التحتية بتاعتي طرق وكهرباء ومية موجودة ومتوفرة ده الاجتماع اللي بيحث الرئيس دايما على أنه يعني يسمع بنفسه من الوزراء